السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عاملين ايه? صباح الفل عليكم ساعة دلوقات تسعة ورابع الصبح. اه انا بقول لكم يا جماعة ايه اللي بيحصل بالزبط لو انت كلت حاجة فيها اه كاربوهايدريت او انا سكريات الكاربوهايدريت اللي هي النشويات بس دي بالانجلش دي بالعربية النشويات اللي هي الرز مكارونا عيش عيش سن بطاطس اه اسمه اي مقسمات وهكذا. تمام? والسكريات طبعا السكر اللي احنا عارفينه اللي هو الحلويات والسكريات وكلام ده. بص يا جماعة. حاجة المؤشر السكر في الدم او السكر في الدم بيبقى ماشي كده في خطة مستقيمة. لما انت بتاكل دهون دهون صحية اللي هي زي مسلا سامنا بلدين افوكادو بتاكل مسلا حاجة بزيت زتون وهكذا. بيبقى كده. لما انت بتاكل دهون تلاقيه بيترفع شوية وينزل تاني. يترفع شوية وينزل تاني. لما انت بتاكل بروتينات اللي هي زي اللحمة زي البيض وهكذا تليت رافع اعلى شوية وينزل تاني. لكن لما انت مسلا بتاكل حاجة فيها كربوهايدريتس وفيها سكريات تلاقي المؤشر كده تلاقي تعمل كده ونزل تاني. بتقول يعني فوق خالص ونزل تاني. ده اللي بيحصل بالزبط لما انت بتاكل كربوهايدريتس وسكريات. ده بالزبط. ليه? لان الكربوهايدريتس وسكريات بيعملوا استفزاز او بيحفزوا السكر في الدم اللي هو بيعني. انا اقول لك بقى السايكل من جوه مش ازاي. الدايرة بتبقى مش ازاي. انت بتاكل الكربوهيدريت او النشويات. المسلا ويأكل مسلا كلت مع رز او سكريات. اللي بيحصل ان الجسم بيشوفه بيشوف الاتنين دورة حاجة واحدة. حاجة اسمها جولوكوز. جولوكوز مش كولوكوز. جولوكوز بالجيمة. الجولوكوز ده بيخش في الجسم. فلما بيظهر في الجسم يبتدي يعلي السكر في الدم. فايه اللي بيحصل البنكرياس اللي تحت ده بيبتدي يفرز هرمون الانسولين. الانسولين هرمون. الانسولين ده بيعمل ايه? بيلم الجولوكوز اللي في الدم ده كده. ويبتدي يوزعه على الخلايا. طب الخلايا اكتفت والدنيا جميلة. يعني خلاص قلب رأة ما عرفش ايه. وزعنا الجولوكوز ده عشان الخلايا تبتدي تشتغل في طاقة. عشان انت عارف ان جسمك على طول بما محتاج طاقة. فانت خلاص وزع الحاجة دي كلها على الخلايا. فايه اللي بيحصل بقى? طب عنده جولوكوز زيادة. فايه اللي بيحصل? يبتدي يوزعه ايه? في الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية دي يا جماعة زي ما قلناها قبل كده. دي خلايا انت بتوسعها بس هي موجودة. هي بتقع مسلا النواة صغيرة. فانت كل شوية لما بتعبي فيها دهون بتوسع اكتر الخلايا دي. بس هو ده اللي بيحصل. طب ايه اللي ممكن نعمله عشان ما نتخنش? ان انت تمنع بالمعنى الحرفي. امنع كاربوهايدريت وسكريات. وهتشوف نتيجة. ابنعها مسلا لمدة اسبوعين. اسبوعين اتنين بس. يعني الناس تقول لي مسلا طب هنأكل ليه? هنأكل من غير عيش. انا هقولك انا. انا الصبح مسلا زي دلوقتي ما باكلش دلوقتي عموما. انا بستنى مسلا بعد ما بصح من النوع انا بصح كده على الساعة تمانية. باكل مسلا الساعة واحدة الظهر او اتنين الظهر. باكل بجيب مسلا طبق فول كده كبير. وراح حاطة تعليب الطين. واحد اقلبهم فبعن وراح واكلهم. مسلا شوية هجيب سلطة وجبنة. اه شوية مسلا اجيب مسلا سمكية من غير عيش. باكل سمك من غير عيش. حاول ان انت تمنع امنع 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 لتالت مرة السكريات والكاربوهايدريت. صدقني والله هتلاقي نتائج فعالة. هتلاقي جسمك بيخس بسرعة جدا جدا جدا. حاول تعرف. احنا نقولك السايكل تاني. السايكل ليه بتقولي? ان انت لما بتاكل كاربوهايدريت وسكريات. الجسم ما بيشوفهمش غير حاجة واحدة. اسمها ايه? جولوكوز. فالجولوكوز بيخش في الدم. فلما الجولوكوز بيخش في الدم يبتدي البنكرياس يفرز الانسولين. عشان يلمه الجولوكوز ده. فلما بيلمه الجولوكوز ده يبتدي وزعه على الخلايا. فلما تتوزع الخلايا والخلايا تكتفي والدنيا تمام. يبتدي بقى ايه? انا عندي جولوكوز سيادة. يعني الاكل انت كلته فيه جولوكوز زيادة. فايه اللي بيحصل? يبتدي وزعه ايه في الخلايا الدهنية. واولا يا جماعة على فكرة بس حاجة اسمها يعني تبتدوها كده بتبتدي بالبطن. يعني الدهون بتبتدي بالبطن. ان هي على طول بتغطي او اللي هي الاعضاء الداخلية. على طول تلاقي مسلا واحد رفاع جدا بس البطن على طول طنع القدام كده. هو ده اللي بيحصل. دي اول حاجة يعني بتبتدي بالبطن وعي كده بتوزع بقى على حسب بقى التوزيع كل واحد بقى الرقى بقى هنا ادراعات الرجلين وهكزا. فانت عشان تتخطى الموضوع ده والله والله زي ما انا بقولك. حاول 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 انك تمنع الكربوهايدريتس او النشويات والسكريات. بس كده يا جماعة. نساش تبقى طبعا تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك يعني لو عجبك. وما تنساش تشترك في القناة. اتمنى بس يا جماعة تدعموني لان خمسة ثمانين في المية من المتفرجين على اليوتيوب ما بيشتركوش القناة. فاتمنى تنزل تاعة. تشترك في القناة. تعمل اللايك. ولو عجبك الفيديو اكتر ياريت تنشره ما بين اه اصدقائك. ولو ما عجبكش اكتبلي في الكومنتيات هو ما عجبكش ليه. علشان ان شاء الله اعدل يعني اللي ما عجبكش ده في الفيديوهات الجاي. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.